غاز البترول من البحر الأحمر إلى مسترد كشفت تحقيقات النيابة العامة نقاط تسرب المادة البترولية ويتلاف الخط الناقل لها وبداية اندلاع الحريق البيان النيابة بيقول أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بقسم شرطة الشروق عن تسرب مواد بترولية بالكيلو 21 من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أسفل كبري السلام وبالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود كسر بالخط التابع لشركة أنابيب البترول أنا بقرأ لحضراتك بيان النيابة العامة صدر حالا حالا تبين وجود كسر بالخط التابع لشركة أنابيب البترول المتجه إلى مسترد من شقير البحر الأحمر مما أصفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب فعالت ألسنة اللهب زي ما احنا شايفين كده وأصفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المرة والمتوقفة بمحل الحادث وأصيب عشرات من المصابين وعلى إثر تلقي النيابة العامة اختارا من الشرطة بالواقع أمر السيد المسشار حمدى الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل فيها فانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعايناته والذي تمكن من تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية أسفل كبرئ السلام حيث تبينت النيابة العامة فيها آثار حفرة بنقطة التسريب وظهور جزء من ماصورة توازي الطريق العام تبينت بها قطعا بالمادة العازلة للماصورة وشقا جانبيا في هيكلها مفتوحا لأعلى تسيل منه المادة البترولية يعلوه آثار احتكاك على شكل خطوط طولية متوازية مع الشق وتبين انتداد التسريب إلى حيث مقر المعهد القومي للحرصات والتأمين بالطريق حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران والسيارات والدراجات الأليل التي احترقت كما تمكنت النيابة العامة من تحديد نقطتين يبا هنا النيابة العامة بتقول انه حددت مكان التسريب بدأ منين والنيابة العامة قالت انه فيه آثار لحفر في نقطة التسريب اللي هو قدامكو ده اللي قدام حضراتكو ده النيابة العامة قالت في البيانة دلوقتي انه فيه آثار حفر في هذه المنطقة في منطقة نقطة التسريب وظهور اجزاء من مصورة زي ما احنا شايفين كده ظهور اجزاء من مصورة توازي الطريق العام تبينت بها قطعا بالمادة العازلة للمصورة انه فيه قطع حصل في المادة الخاصة بالمصورة واحتكاك على الشكل وخطوط طولية متوازية تبين امتداد التسريب الى مقر المعهد القومي لحراساته والتأمين بالطريق حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران والسيارات والدرجات الآلية التي احترقت كما تمكنت نيابة العامة من تحديد نقطتين لاندلاع الحريق الاولى امام مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين حيث عسر على سيارة متفحمة افادت الشرطة انها اولى السيارات التي احترقت والنقطة الثانية بنفق يؤدي الى اعلى كبر السلام حيث افادت الشرطة احتراق سيارتين بالنفق عينتهم النيابة العامة كانت بداية الحريق فيه وقد عينت النيابة العامة ما احدثه الحريق من اسقاط جزئي من البنيان الخرصاني العلو للنفق وكشفت التحقيقات عن احداث الحريق اتلافا بمركز لصيانة السيارات بالطريق واحتراق سبعة وثلاثين عربية سبعة وثلاثين عربية احترقت وسلاس دراجات آلية حتى تاريخه لحد صدور هذا البيان على طول المساحة التي اندلع فيها الحريق ورصدت النيابة العامة عددا من كاميرات المراقبة بمحيط الحادث تحفزت على وحدات تخزين بعضها وحصلت على مقاطع مصورة من الاخرى تعكف على مشاهدتها وتحليلها وتحليلها بينما انتقل فريق اخر من النيابة العامة لسؤال المصابين من الحادث والذين بلغ عددهم سامانية عشر شخصا يبقى تمنتاشر مصاب مش اربعتاشر النيابة دلوقتي بتحدد الارقام سبعة وثلاثين عربية احترقت بالاضافة لثلاث دراجات وثمانتاشر مصابا من بينهم مجندون بالقوات المسلحة حيث ادل من امكن سؤالهم منهم بتفصيلات كيفية حدوث اصاباتهم كما سألت النيابة العامة اربعة وعشرين شخصا ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث وسألت النيابة العامة عددا من الشهود اذ استمعت الى رئيس مجلس ادارة شركة انابيب البترول الذي شهده بتلقيه اللي كان معنا مبارح مهندس عماد اعتقد الذي شهده بتلقيه بلاغا ظهيرة يوم الواقع بنخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الانابيب الممتدة من منطقة شقير الى مسترد تحديدا بالكيلو واحد وعشرين من طريق القاهرة الاسماعلي الصحراوي ثم فور تلقي الشركة بلاغا بتصرب السائل البترولي واندفاعه خارج الانبوب المعد لجريانه اغلقت الشركة صمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية واندلعت النيران من بعد بالسائل الذي تصرب بالطريق مؤكدا اتباع الشركة كافة اجراءات الصيانة الدورية على الانابيب محل الحادث وعدم اجراء الشركة اي اعمال حفرة لاكتشاف نقطة التسريب كما سألت النيابة العامة عددا من المديرين العموم بالشركة والذين شاهدوا بمضمون ما شاهد به سابقا لوريس مجلس دارة الشركة وسألت النيابة كذلك عددا من مسؤول الهيئة العامة للبترول الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس قسم الشؤون القانوني بشركة الانابيب البترول ووكيل وزارة البترول لشؤون القانونية والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المزكورة بإدارتها المختلفة فنيا وإداريا عن الخط الذي نشب فيه الحريق وأن السيد وزير البترول قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق بينما سألت النيابة العامة مقاولا متعاقدا مع الشركة المزكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى طريق جنيفة والذي أكد عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب وأنه يبقى هنا كلام الرئيس مجلس دارة معانا قالوا في التحقيقات والنيابة بتقول هذا الكلام ما كانش حد بيعمل أي شيء في هذه المنطقة مهندس عماد عبد القادر وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة اللي هو المقاول بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بأحدى المواسير أبصر تلاحق حفارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماديه للحفر وصولا للنقطة التسريب فعاونهم في ذلك مؤكدا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق وسائلت النيابة العامة مأمور قسم شرطة الشروق والذي شهد بانتقاله لمحل الحادث فور تلقيه اختارا بتسرب المادة البترولية بالطريق وبوصوله أبصر محاولات أفراد الجهات المعنية مواجهة ما تخلف عن التسريب ومنع السيارات من المرور وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطارتها مما أحدث حريقا ضخما وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطارتها مما أحدث حريقا ضخما امتد بالمساحة التي تسربت إليها المادة البترولية فعمل الرجال الحماية المدنية والأجهزة المعاونة على إخماد الحريق مؤكداً اللي هو مأمور قسم الشروق خلوه موقع الحدث من أي أدوات أو معدات الحفر قبل وقوعه وسألت النيابة العامة شهوداً تواجدوا بمسرح الحادث حيث أكد إثنان منهم منهم سماعهما صوت انفجار سألت النيابة العامة شهوداً تواجدوا بمسرح الحادث حيث أكد إثنان منهم سماعهما صوت انفجار حال تواجدهما بعقار مقابل لموقع الحادث وباستطلاعهما الأمر أبصر اندفاع مادة سوداء فوق مستوى سطح الأرض وفرار المارة من حولها محذرين من أنها مادة بترولية ثم اندلعت النيران بتلك المادة خلال محاولات السيطرة على التسريب وأوضح شاهدان آخران أنهما أبصر مرور سيارة وسط المادة البترولية التي تسربت إلى الطريق الصحراوي وقد اشتعلت النيران في إطارتها وامتدت إلى المادة السائلة التي تسربت وأضاف أحدهما أن حريقاً آخر اندلع بنقطة ثانية من مصدر مغاير خلاف السيارة المذكورة هذا وقد قررت نياب العام استكمالاً التحقيقات التحفظ على مكان الواقع وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط نصرح الحادث وندبة النيابة العامة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة المناجم والبترول وخبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحصه معانية الخط الناقل للمادة البترولية محل التسليب لبيان ما به ما به من إطلاف وسببه وتاريخه وعم إذا كان قد حدث عن عمد أم إهمال في أعمال الصيانة أو نتيجة خطأ من جراء الأعمال التي تجري بمحيطه وكذا بيان مدى إختار الشركة المشغلة للخط بالتسليب منذ حدثه وتوقيت هذا الإختار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه ومدى صحة تلك الإجراءات ومدى صحة تلك الإجراءات وكفايتها لوقف التسليب وبيان ما نتج عن ذلك من أصار وذلك لبيان سبب الحريق ونقاط بدايتي ونهايتي ومدى وجود شبهة جنائية في حدوثه وبيان إذا كان هناك إهمال قد شابه الواقع أو شابه إجراءات السيطرة عليها وإدى إلى تفاقمها والمسؤول عن ذلك وبيان حجم الأضرار الأضرار الناتجة عن الحادث في الأموال العامة والخاصة والمشارات المحيطة بموقع الحادث وتوالي النيابة تحقيقاتها بين مهم النيابة العامة كاشف بيوضح جانب كبير جدا من ما جرى في هذا الحادث بالأمس